سلام الله عليكم تابعين الكرام طلق ناري على مستوى الرأس تنهي حياة شابة مغربية داخل منزلها بإيطاليا لقيت مهاجرة مغربية مصرعها يوم أمس الأربعاء 29 مارس الجاري بعدما أصيبت في منزلها برصاصة في رأسها في مدينة روفيغو وشمال إيطاليا وأفادت تقارير إعلامية إيطالية أن الهالك تبلغ من العمر 32 عاما لقيت حتفها في الحين على الرغم من وصولها إلى مستشفى المدينة لأن إصابتها كانت بليغة لدرجة أن العاملين في المجال الصحي لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها رغم كل الإسعافات الأولية التي قدمت لها من طرف الأطقم الطبية حيث كشفت تواجد رصاصة في جمجماتها كما تبين أنها ذهبت ضحية رصاصة اخترقت جمجمتها دون أن يعتر على أي سلاح في مصرح الجريمة من طرف الخبراء والشرطة الذين استرفروا عناصرهم للتحقيق والكشف عن معالم الجريمة ووفق المصادر ذاتها تعود تفاصيل الحادثة إلى ظاهرة يوم ثلاثاء 28 مارس الجاري عندما عثر طفلين لا يتجاوزان 11 عاما بعد عددتهما من المدرسة على أمهما ويتحتضر ليتوجها مباشرة إلى الجيران الذين استدعوا طيارة الإسعاف وأضافت التقارير أن ما يزيد الواقع غرابة وتعقيدا أنها حدثت في غياب الزوج الذي كان يقتن رفقة الضحية مع طفلين اثنين في مكان منعزل بمنطقة أريانو فوليسين التابعة لولاية روفيغو الإيطالية